السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علشان نعرف عظمة الإسكابولة يمين ولا شمال الاول لازم نذاكر الإسكابولة وانا شرحها في فيديو مترجم مفيش اسهل من كده اللينك هسيبهلكو في الدسكريبشن وفي التعليق المثبت المفروض دلوقتي ان انت سمعت الفيديو ورجعت هنا تاني لما تيجي تمسك الإسكابولة عظمة لوح الكتف ممكن تمسكها بحيث اللترال فيو الجهة الجانبية او الوحشية اللي هيكون بصص لك وممكن تمسكها بحيث ان الميديال فيو الجهة الداخلية او الانسية اللي يكون بصص لك طب تعالوا نفتكر تاني الفرق بين ميديال ولترال قلنا اكتر حاجة توضح لنا الفرق لو شرحناه على جسم الانسان لو تبص على ايدك مثلا تلاقي جزء باصص لجسمك متونس بجسمك نسميه انسي وده بنقول عليه ميديال وجزء تاني باصص لبرا بنسميه لترال وحشي يبقى كده فهمنا ان ده اللاترال فيو الجهة اللي بصها لبرا من عضمة الاسكابولا وهي دي الجهة اللي هنعرف بها العضمة يمين ولا شمال يبقى اول حاجة نحفظها نهاردة صم زي اسمنا ان احنا اللي اسكابولا بنعرف انها راية اورليفتة من جهة اللاترال من الجهة الوحشية اللي بصها لبرا طب تعالوا نفتكر الحاجات الموجودة على جهة اللاترال واللي هنحتاجها فقط في تحديد العضمة دي يمين ولا شماله احنا عرفنا ان الاسبين الشوكة في الحصان بتقسم العضمة لجزئين بنسبة اتنين الى واحد الجزء الصغير وهو السبرا سبينة سفصة الحفرة فوق الشوكية والجزء الكبير وهو الانفرا سبينة سفصة الحفرة تحت الشوكية خلاص الحمد لله انا افتكرت كل حاجة دلوقت تعالوا بقى نشوف الدكتور في السيكشن هيقول ايه السبرا سبينة سفصة موجودة نحية الكرينيال والانفرا سبينة سفصة موجودة نحية الكودة الدكتور بيعرفنا ان السبرا سبينة سفصة الحفرة فوق الشوكية اللي هي نسبتها واحد موجودة نحية الكرينيال يعني ايه بقى الكرينيال يعني هي الجهة اللي بصة على راس الحيوان قلنا كرينيال يعني رأسي أو أمامي مشتقه من كرينيوم الكرينيوم اللي هي الجمجمة يبقى عرفنا الجهة الصغيرة دي اللي هي اسمها السوبراز باينس فصة بصة نحية الرأس والجهة الكبيرة اللي نسبتها اتنين الانفراز باينس فصة دي متجهة كودل يعني بصة نحية الدقل كودل يعني زي لي ونرجع للدكتور في السيكشن ونشوف هيقول ايه ابص على العظمة بكل بساطة لو لقيت السوبراز باينس فصة شمال العظمة يبقى العظمة دي شمال لو لقيت السوبراز باينس فصة يمين العظمة يبقى العظمة دي يمين ببص على العظمة قلنا كل شغلنا على الجهة اللاترال الجهة الوحشية اللي بصة البره هبص على الجهة اللاترال وجها لوجه وشي ليها لو لقيت السوبراز باينس فصة اللي قلنا نسبتها واحد شمال يبقى العظمة دي شمال ولو لقيت الصورة صباينوس فصة يمين تبقى العضمة دي يمينة تعالوا اخر مرة خلاص تبقى الاتنين جنب و БВ يبقى العظمة دي ايه? ايوة. سبرا سباينس ناحية الشمال. تبقى دي برضو شمال. نشوف العظمة دي. ها? برافو. هتبقى العظمة دي يمين. لان السبرا سباينس والسناحية اليمين. نحط الاتنين جنب وبعض. الشكل ده كده. عرفنا اليمين والشمال. بالضبط كده. لو سبرا سباينس ناحية اليمين تبقى العظمة دي يمين. لو سبرا سباينس ناحية الشمال تبقى العظمة دي شمال بكل بساطة. اهو السبرا سباينس فصة شمال تبقى العظمة شمال. لكن هنا السبرا سباينس فصة يمين تبقى العظمة يمين. خد بالك. قوعت تلغبط وتقعد تقول انا مسك العظمة بايدي اليمين ولا مسكها بايدي الشمال. امسكها باي ايد مش هي دي المشكلة الانديكيتور هنا مش انت ماسكها بيدك الليمين او ايدك الشمال ما تلغبطش نفسك الانديكيتور هنا حكتين اول حاجة اني بخلي الجهة اللاترال الجهة الوحشية هي اللي بصالي تاني حاجة بدور على الصبرس بينس فصة الحفرة فوق الشوكية اللي نسبتها في الحصان واحد خد بالك الانفرس بينس فصة هي اللي نسبتها اتنين هي الجهة الكبيرة دي مش عاوزينها عاوزين الصبرس بينس فصة اللي نسبتها واحد سيبكوا بقى من ده كله وتعالى اقول لكم ازاي كنا بنحفظها ايامنا كده من عشرين بتاعتها وعشرين سنة احنا ما كناش عاوزين حتى نتعب نفسنا ونقول الصبرس بينس فصة يمين تبقى العضم يمين الصبرس بينس فصة شمال تبقى العضم شمال انت عارفين اني نسبتها واحد فكنا نعود نقول واحد لقنا يمين تبقى العضم يمين واحد شمال تبقى العظم شمال يبقى خلاص دي سهلة ولا اي رأيكو يبقى تاني نقولها واحد يمين تبقى العظم يمين واحد شمال تبقى العظم شمال او ظن مفيش اسهل من كده تبص للجهة اللي عليها الشوقة تدور على الجزء الصغير اللي نسبته واحد قدامك حاجة من اتنين لأما هتمشي في الشارع النهاردة وتفضل تقول لنفسك السبرز بينه سفصه يمين تبقى العظم يمين السبرز بينه سفصه شمال تبقى العظم شمال لأما الاختيار التاني بتاع الناس اللي ما بتحبش تصعبها على نفسها هتقول واحد يمين تبقى العظم يمين واحد شمال تبقى العظم شمال اكتب لي في التعليقات حالا قبل ما تنسى وقل لي بتعرف ازاي اللي سكابولة رايت اور ليفت انا عاوزاك النهاردة تعرف بابا وماما واخواتك وكل صحابك ان السبرز بين اسفصة يمين تبقى العظم يمين وان السبرز بين اسفصة شمال تبقى العظم شمال واحد يمين تبقى العظم يمين واحد شمال تبقى العظم شمال لفهم اي حاجة النهاردة يعمل لايك واشترك في القناة ويفعل الجرس عالكل عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله كان معكم دكتورة امنية الشامي طبيبة بيطارية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته